يريد وحدة تنبع من قاعدة التلاحم الاجتماعي بين ابناء الشعب بعد اسقاط حواجز التمييز الطائفية والطبقية التي تشق الوحدة الشعبية الان اولا الحركة الوطنية طرحت برنامجها السياسي لتؤكد بان الصراع في اساسه لبناني لبناني والحن نقول بان الصراع لبناني لبناني فعلا لان احزابنا وجدت في لبنان قبل اربعين او خمسين سنة وقبل ان توجد المقاومة في 1965 او 1967 ولم تتمركز في لبنان الا في 1969 واستطيع ان اضيف ايضا ناحية ثانية في هذا الموضوع هي ان الكوات الانعزالية اعدت نفسها منذ سنتين منذ 1973 لدورها في المؤامرة استقدمت مواخر الاسلحة نظمت ميليشيات وكان ذلك يجري برعاية رئيس الجمهورية شخصيا السيد سيمان فرانجيه وقائد جيشه اناتاك اسكندر غانب ليست المقاومة في وجه طرف لبناني بل في وجه اسرائيل والانعزاليين اللبنين الانعزاليين الذين يتعاملون مع اسرائيل ليسوا طرفا لبناني له وجهة نظر في تركيب النظام وطريقة الحكم بل هم طرف تعامل مع العدو هذه المعادلة يجب ان تكون واضحة لان الاحداث قد اكدتها ومن هنا تسقط حجة الانعزاليين ان الصراع لبناني فلسطيني ان الصراع لبناني لبناني اصلا وتحول بالمؤامرة بالدولية التي استخدمت الانعزاليين لضرب المقاومة الفلسطينية الى صراع اسرائيلي انعزالي من جهان ووطني لبناني مع المقاومة الفلسطينية ضد اسرائيل وعواني اسرائيل هافئ ليا وجهة الصراع اسرائيل كان بهمة انه يصير التفرقة العنصرية بالديانة بين المسلمين والمسيحية وطلع بايدها بفضل العملة اللي نحنا حاكمينها به بالبلد والمسلمين في هالبلد ما يوم من الايام شعروا انه هدا وطنهم مثل ما تكون لبنان لازم يضل هو مكون مع انه للمسيحية واحدون ولا للإسلام واحدون كل الطواقف لازم يعيشون مثل ما كنا عيشين بالأول نحنا بنستغني عنم بطريقة ما بيزمولنا لاشي لو للإنسانية وردز الإدمية ما بيزمولنا لاشي دم انت بتعتقد المعركة طايفية لا هني متفكرين طايفية لكن نحنا مش متفكرين طريقة من الطرق نحنا نرفض كلمة لبنان المسيح نحنا بنقبل بكلمة لبنان الشرع حرب لبنان حرب كل إنسان بديك للتاني مين البديك للتاني والله هذا بديك لهذا وهذا بديك وعهذا إلا بالعكس أمن وكتير مرتاحين يعني وما حاسين أبداً أبداً أنه في مشاكل إلا أكيد عم نسمع من صوب المتن ووقت صارت قصة عيون السيمان نسمع شوي بس أنه رواء كتير كتير دهرات من عشية سهرات كلهم أمن أبداً نحنا عدونا ما بتفرق معنا ومش مستعدين للميزه أبداً مين من كان يكون عدو لبنان عدونا يمكن الطائفية بس زعران عمل الطائف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر واليوم نحنا عم نحرر الأراضي اللبنانية من الفلسطيني ومن الغربة يلي هن ليبيين وعراقيين النظام اللبناني كان حافلاً بالتناقضات يكفي الطائفية وتوزع المكاسب حسب مصارح المتاجرين بالطائفية من الإقطاعيين والرأسمانيين في لبنان كل هذه الأمور تراكمت لتفجير الأحداث اللبنانية ولكن لابد دائماً من أن لا يضيع المحور الحقيقي لتفجر هذه الأحداث وأعني بالمحور الحقيقي هو هجمة الحل السلمي الأمريكي الإسرائيلي على المنطقة الأسباب داخلية وقديمة العهد وهي تعود إلى التفاوض بالمعاملة الذي يلحق المواطنين فهناك معطنون من الدرجة الأولى وهم ما نسميهم هذا الفريق من الإنعزاليين المارونيين الذين لا يبدوا عددهم 14% ربما أو 12% من سكان لبنان هو فريق آخر مواطنون من الدرجة الثانية الأرثوضوكس الكاثوريك الموارن الوطنيون وفريق ثالث من المسلمين يأتون في الدرجة الثالثة وفريق في الدرجة الرابعة والخامسة كالأرمن والبروتستانت والسريان والكلدين وسواهم ترجمة نانسي قنقر